في نهاية يومنا النهاردة قررنا نحن نتكلم مع كل البنات ومع كل السيدات عن التجميل وفقرة عن التجميل هيكون معانا فيها النهاردة خبيلة التجميل نجلة شمس هنتكلم معاها أكتر عن أنواع البشرة هنتكلم معاها عن كيفية الاعتناء ببشرتنا هنتكلم عن المايكوب هنتكلم عن إزاي نقدر نختار ألواننا بشكل متناصق وشكل مزبوط في المايكوب اللي بنحطه إذا كنا نزلين الصبح هنتبنت رايحة جامعة إذا كنا خرجين بالليل حدا عنده مناسبة يعني مجموعة كلام جميل عن التجميل مع خبيرة التجميل نجلة شمس نجلة صباح الخير وأهلا بك معنا وأفتكر أن أهم حاجة قبل ما نبتدي عن المايكوب هي أن احنا كل واحدة فينا تعرف نوع بشرتها تعرف كل واحدة فينا إزاي تتعامل أو إزاي توصل بشرتها لمستوى جيد شكل كويس شكل صحي أولا اتفضلي خلينا أقول لك أنواع البشرة سريعا اتفضلي أنواع البشرة بشرة حساسة بشرة دهنية بشرة جفة بشرة دهنية جفة وده والعكس صحيح لها المختلطة أه يعني في إنيوي لو كانت دهنية جفة أو العكس يعني الأغلب فيهم بتبقى بنسميها دين مختلطة لكل نوع بشرة ليه طريقة تعامل أكيد من أول واحدة ما بتصحى من النوم لحد ما بتدخل تنام بالليل كل نوع بشرة بيبقى ليه عناية معينة أه طريقة إيناية معينة جميل خصوصا نحن ندخلنا على فصل الصيف وده بدأنا ده الدنيا حررت جدا فجأة ده بدأنا خلاص إحنا عندنا المكان عندنا المناخ نفسه بيخلي كل بشرة بتعاني من بعض الحاجات حقيقي يعني لو قلنا أوروبا مثلا هي بتعاني من البرودة فبيبقى دايما بشرتهم رئيئة جدا وحساسة زيادة عن اللزوم يعني درجة أنها ما تقدرش الشيء الماتيريا لا مكياج ولا حتى الماتيريا اللي هي بتعاني في العادي ككريمات وطريقة هنا هي قوية زي عندنا إحنا هنا يعني نعتبر المتوسط مزي أفريكيا مثلا أن أفريكيا الموضوع عندها حر جدا إحنا هنا عارفة بيبقى كل موسم فيه كده وفيه كده يعني زي النهار ده مثلا تلاقيه حر بالنهار وبرد بالليل الموضوع صعب جدا وعندنا تراب وعندنا خبسين وعندنا كل حاجات لدينا حاجات كتير جميل خلينا نتكلم عن كل نوع بشرة سريعا لو تكلمنا مثلا ابتدنا بالبشرة الحساسة ثم الدهنية ثم الجافة ثم المختلطة طيب أنا هقولك أنا هي سريعة كده بالبشرة الحساسة إن إحنا مفروض يعني أولا أنا بنصح نصيحة لكل البشروت لازم تستخدم الغسول المناسب لها ولازم تستخدم الغسول الأسبوعي اللي هو المسكات مرتين في الأسبوع أو مرة على حسب اللي أنا هقوله يعني حسب كل بشرة فضل وكريم الليل ده هم شيء الأساسي جدا لأنه بيعمل عملية تجديد كاملة للبشرة للخلايا كلها كلها بترجع مع كتر الاستخدام والممارسة إن بفضل أنا بحط الكريم ده بالليل بالتالي بشرت كلها بتجدد بترجع لحيواتها بترجع زي البابي تماما جميل خلينا أسألك سؤال بس نجلة بسيط في القصة بتاعت كريم بالليل دي لأنه ناس كتير جدا بتقول إن البشرة لما بتاخد على طبقة معينة أو بتاخد على كريم معين ممكن في نفس الوقت لما تبطل الكريم ده ده يعمل إزعاج للبشرة أو يخلي شكل البشرة مختلف فهل كريم الليل المقصود بكريم ليلي ولا كريم الليل المقصود بأنه نبقى حطين كريم مرتب للبشرة بالليل قبل ما ننام في ناس أنا بنصاحهم زい ما انتي قولت كده ان هو بيبامحترين لو هي بشرتها حساسة لأ تخص بشرتها بنوع كريم معينة كريم ليلي أو كريم مرتب للبشرة الحساسة؟ ليلي خاص بالبشرة حساسة ده لازم لأنه في ناس بتستخدم كريم مرتب بس طبعا خاص بالبشرة الحساسة بس هو ماش لاية أه لكن لو حساسة لا لأنه إذا استخدمت كريم مرتب عادي من كتر استخدامه حيدي حدة للالتهاب بتاع البشرة دي حيخليها أكتر حساسية يعني بتتأثر أكتر فبالتالي أنا عايزة أعمل حاجة يكون شكلها لطيف يعني أستخدم يكون شكلها لطيف على وجهي مثلا وأنا نايمة ما تبقاش فيها كمية الماتيريا القوية كتير زي مثلا فيه واحدة تكون بشرة دهنية تحط كمية كتير لا ده أنت كده بيستعديها أكتر أنها تنتص يعني بتخلي الدهن تزيد ويستعديها أكتر تنتص المكياج وحاجات كده فده ما ينفعش يبقى حاجة نظافة العناية الليلية للبشرة والعناية اللي هي الإسباعية زي ما احنا قلناها اللي هي عن طريق الماسك أو كده ده بالنسبة لجميع أنواع البشرة ده بالنسبة لجميع أنواع البشرة فيه وصفات معينة فيه وصفات طبيعية بمناسبة لكل بشرة على حدة ممكن نسمع كده حاجة لكل بشرة أقول سريعا حاجة كده يعني المفروض أننا دايما البشرة الدهنية بتحب الأحماض لو عملنا ماسك لامون مع عصر أبيض ده لطيف جدا نحط عليهم معلقة نشا نعملها حتى بعملها زي العجين بتعمل الوش بستهى لمدة تلتساعة بعد كده يتغسل ده مرة أسبوعين ده مرة أسبوعين لمونة عصر نشا بالنسبة للبشرة الدهني بالنسبة للبشرة نستخدمها كتير على فكرة لأن لها استخدامات كتير ما حدش يعرفها المكتر الاستخدامات لازم تعرفها ده فيها حاجات كتير أسرار جميع هنيجي البشرة الحساسة هنستخدم برضو معلقة نشا وحنستخدم معها خيار مطحون خيار مطحون مطحون للبشرة الحساسة البشرة العادية ممكن نحط عليها اللي هي دواير الطماطم مع الزبادي بس مش هحط الوش بتاع الزبادي يعني خلي زبادي بس طماطم وزبادي اه وحط على الزبادي أخلطه بمعلقة دي لسبب ده بيعمل عملية التوحيد التوازن بتاع البشرة ده البشرة العادية بشرة العادية تمام البشرة المختلطة بعمل عليها مكس بحط عليها الخيار والنشا وبحط عليها معلقة زبادي بس ما حطش العسل وبحط عليها سفر بيدا بيعمل إيه سفر البيض ده ده بيعالج أساساً حملية اللي هي الاختلاط اللي ممكن تكون موجودة بين بين الحت مناطق الجفة والمناطق اللي لأنه فيه نسبة كبيرة قوي من تجديد الخلايا بيعمل عملية تجديد للخلايا هو مادة طبيعية أصلاً موجودة إحنا كلنا بناخد البروتين عن طريق أي حاجة ممكن بنأكلها زي اللحوم زي حاجات كتير فأنا لما بديه دايريكت هو بيدي إفكت سريع غالباً المسكات الطبيعية ما بتديش إفكت سريع فالبنات بتزع منها تقول لك لأ ده ما بتجبش نتيجة كل اللي أنا بقولها عليه دي بتدي إفكت وقتي يعني نتيجة وقتية تمام البشرة الجافة مثلاً ممكن البشرة الجافة بنستخدم لها حاجة دهنية يعني ممكن أهم عاملة عارفة اللي هي الزبدة المستوردة ممكن أهم جايبة الزبدة المستوردة بقى حطها على الوش تماماً وبعد كده بقى أهم جايبة الدي بفرق بيها الوش يعني بعمل له عملية مساج عشان أشيل إيه الطبقة اللي هي الجفاف اللي هي الطبقة الأولى زي ما بيسموها وبيجيب نتيجة فعلاً يعني البشرة الجافة البشرة الجافة إذا حطت زبدة وتعمل عملية فرق كده أو زي سكراب اه زي سكراب للوش بمناسبة السكراب والغسول مهم جداً اختياره يعني مثلاً لو أنا بقول البشرة مثلاً اللي هي الدهنية المختلطة ده أنا بانصح إنها تستخدم فوم الفوم بيكون فيه مادة بتساعد على النظافة وبنفس الوقت بتقلل من حدة الدهون لو فيه بقى بصور صودة مثلاً بتظهر في منطقة الأنف والدقن والحاجات دي أنا استخدمي سكراب بس بلاش تستخدمي بين الحواجب مثلاً هيعمل قشو لو فيه بشرة حساسة أنا بقول إنه هو التونر ممكن اللي هو يعني ده فيه منه فوم بس خفيف قوي ممكن استخدمه بسفنجة بسيطة ممكن أمسح بيه كتنظيف لأنه ما بتشلش أصلاً مثلاً ما دايق جداً أوكي جميل ده بالنسبة للمسكات أو بالنسبة لطرق العناية الخارجية بالبشرة وتكلمنا عن طرق التغذية مثلاً الحاجات اللي هي علاقة ده مهم جداً بالبشرة يعني أحياناً بيقولوا إنه الحاجات الخارجية برضو مؤثرة ولكن أيضاً الغزاء والحاجات الدخلية اللي بتدخليها لجسمك ده مفيد كمان حليني أقول سر بنقصر النجلة شمس اللي بتطلعه دايماً فيه خمس حاجات مهمين جداً للتغذية بتاعة الشعر والجسم البشرة والاتنين الخيار سوري الجرجير سوري الخص البيض الزبادية واللبن عموماً والملح بنسبة معينة يعني منتظمة يعني تحطي الملح بنسبة معينة ما تزاوديش قوي ولا تقليل وفيه حاجات بقى في الاستخدامات المسكات الطبيعية بتفيد مثلاً الشعر يعني نتكلم في الحتة دي الحنة فيه سبعين فايدة في الحنة ما حدوش بيستخدمها بيخاف تغير اللون ما أنا ممكن أحط عليها زيود طبيعية بالتالي هتعمل أكسادة مش هتعمل لون وقدت فايدة الحنة آه أوكي أستفيد بس منها وما عاداش كتير مش أسبق بيها ومش ألون بيها خالص وممكن أحطها فترة قبل الاستحمام يعني ما سبهاش لغاية ما تنشفوا تعمل لون يعني زي ماسك كده قبل الاستحمام هم بعد كده خلاص تخصيلها البيت زي ما أنا قلت لك والنشا والغيار دول من الحاجات اللي هي المهمة جداً مهمة جداً في حاجات بنات بتستخدم بعض حاجات بتبقى متصرعة في التصرفات بتاعتها يعني مثلاً ممكن تجيب منتج لمجرد فلانا سمعت مش عارفة ناوة كويس أو مثلاً المنتج ده غالي أو من شركة ما عرفش إيه كل الكلام ده لا يعني بالمرة أنت المهم مختارين لنسب ليكي مش بالشركات ولا بالمنتج نفسه كان غالي ورقيص ولا فلانا عشان عملته لازم يكون عليكي كويس لأ هو لازم كل حاجة بتاعتك تسأل فيها خبرية التجميل اللي أنت بتعملي معها وخبرية التجميل ونفس الحكاية في خبير الشعر اللي لازم يقولك اللي يكون مناسب لكي جميل طيب خلينا نتكلم شوية عن علاقة البشرة بالجو بتاعنا احنا عندنا إلي ما كنت بقول جميع أنواع المناخات الجوية وجميع أنواع العوامل الجوية المؤسرة سلباً وإيجاباً الحقيقة على الشعر أو أسف على البشرة كمان الشمس كيفية التعامل مع الشمس احنا الحقيقة بلد مشرقة كده عندنا شمسنا جميلة بنتمتع بيها طول السنة عندنا شمس الحقيقة مصرة طلع الأسرار كلها ايوه أنا عايزة كل الأسرار أنا عايزة كل المشاكل تودلي كل الحلو هنقول بقى سر بسيط اتفضلي اللي بشرتها دهنية وبتعاني من الشمس ومن حرول الشمس ومن مكاجر اللي ما بيثبت شوية كده مثلاً والصيف والبحر وكل الحاجات أعرف النعناية اللي أخضر بتاعنا اللي في البيت اللي هو النعناية بتاعنا بنجيبه بنطحنه يعني عارفة طحنة باليد كده تمام؟ وبنحط عليه تلج باخد التلجة مكعبات تلجة بقى معاملها في النعناية بعد ما أخسر الوشي بمشي يا يدوبك بعد كده أشتفوش بميسا أشتفوش إيه؟ بس لازم تحس بالتلج ده وهو ماشي على وشا يعمل صدمة عصبية للسخونة بتاعت الجسم أه يعني بتاع السوري بتاعت الوشي ده قبل ما تتعرض للشمس؟ قبل ما تتفوش قبل ما تتفوش لا لا قبل ما تتفوش قبل ما تتفوش بعد ما تتفوش لو هي تعرضت للشمس وفيه حاجات كتيرة ممكن تكون موازية لها هاقول وصفة سريعة جداً وبسيط قولي واقع هنجيب الكلامين ده مادة عادية معروفة الكلامين دي معروفة جداً للأطفال كمان لما بيبقى عندهم حساسية جلدية وحاجة بيقولوا لازم تتداهن على الجلد وحط معلقة أكسوجين عليها بس أكسوجين كريم وحط معلقة ناشا عليها وهم عملها خليط تمام؟ وأعمل بي ماسك كلامين كلامين أكسوجين كريم كريم تمام؟ 30% ممكن لو البشرة تستحمي 30% كريم 20% 20% اللي ما بتستحملش يعني البشرة تستحملش تستخدمش وتحط معلقة ناشا عليها ناشا إذا كلمين مادة كالامين تتجاب من السيدلية عادي جدا اه مادة عدي والأكسوجين مادة خلينا 20% والوسط خلينا 20% خلينا 20% أضمن وإيه تاني حرك معلش؟ والناشا 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 تمام؟ لو أنا خلطت ده أي حرق ممكن يتعمل نتيجة قروح البقع اللي بتطلعها الشمس الحاجات دي فولها ده ثانية واحدة شانا اقول انت كويس انت سألتيني استخدام المسك ده يتعمل أسبوعي بكتير مرة في الأسبوع بكتير حتى وقت المصايف ولو ناس بكفرة ولو ناس هتطلع على بحر أو كده مرة أسبوعين لا 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 اللي بيطلع على المصيف ده موضوع تاني طيب ماشي بيطلع على المصيف بيتعرض ليود البحر ده بيعمل تجديد للخلايا فهو نفسه هيقشر بالجلد ومش محتاج لله في ناس أوقات بتبقع من الشمس قصدك اللون التاني يعني عايزة تشيله مش مش تشيله يعني كيفية الوقاية متوحيد اللون وكيفية توحيد اللون في الآخر مش عايزة تشيله بس طيب كالين اقول علي على حاجة لو هواحد إننا لو هستفيد من الشمس استفيد مظبوط ماستفيدش بإننا لقي جلدي مبقع لقي جلدي محروق هلو الموضوع دوتاني عشان ماتوش قبل كده فعلا فضالي لو هنوحد اللون على اللون اللي هو التاني اللي هو المسمير شوية آه ممكن اجيب خلي تفاح واجيب عليه أرفل ميكروكروم اللي هو الأحمر طبعا بجيبه بعمله خلطه على الخلي تفاح وبدأ ينبيه الجسم واسيبه لغاية لما ينشفه وباخسل الجسم بياخد أرفل لمع حتى كمان بتاعت التاني بتاعت الأجانب دي خلي وميكروكروم آه خلي تفاح وميكروكروم خلي تفاح وميكروكروم آه فيه لو عايزة فتح بقى لازم استنى فترة ما يكونش فيه التابات جلدية ده مهم جدا وانا بعانيه بس من لون عايزة فتح أكسوجين والبودر بتاع الأكسوجين عادي مستخدم ونحط عليه ملعاية النشاة وبعد كده نعمل ماسك الأكسوجين والخيار للجسم كله عادي بشو مشكلة ده مرتين يعني بتعمله أول مرة وتستنى يسبوعين وبعد نتعمله تين ده يشيلها قصة من أول مرة عشان تبقى يعرفين ده بيشيل كل حاجات وخصوصا الناس اللي بتروح في آخر الصيف يعني لو هي داخلة على داخل الشتاء تفضل طول الشتاء بقى لونها أبيض فاتح جدا آه آه جميل طيب انت كنت بتقولي لو الناس اتطرد على بحر ديك خاصة يعني آه لو يعني بصي مشكلة ان في بعض جلد يعني فيه ناس ما بتروحش البحر باستمرار بتروح البحر مثلا كل فترة في ناس جلدها حساس جدا ما هي دي بقى يعني جلدها بيلتهب و أنا حوالك أنا من ناس دي آه ممكن أنا بشرة البيضة آه ما بنزلش كتير مثلا ما حيبش عنزل كتير بس لما بنزل بعض أماكن عندي بتلتهب مثلا الأماكن اللي فيها مثلا الفتاح آه فانا دي أنا بنصح إن أنا بحط في الكريمات العادية لما أجيب كريم دهني كريم مرتب دهني كريم مرتب دهني كريم مرتب؟ دهني بس مش اللي هوا اللي بتشتربوا البشرة لو دهني كتير قوي ده حيعمل عملية يعني فاصل من الليل دهيتحط بالليل بقى قبل النوم؟ لا دهيتحط بالمنزل المياه أصلا ياه؟ نه طبعاً هكتر كتير جدا ما يتفعلش مع الشمس يا نجلة؟ ولا لازم يكون في بروتكشن مثلا أوحية؟ لا لا ما يتفعلش مع الشمس لا يعني ولا أي حاجة لأن بتحطه دايريكت يعني لو أنا هنزل المياه بقى على البلايش بحط الماسك أو سوري كريم دايريكت وبنزل بيعمل كده عازل زي ما تكوني الدهون ما بتقتلطش بالمياه آه زي كده لما حد يقولك حطي ماسك دايما على شعرك أو حطي حاجة على شعرك عزلة عن المياه عشان الكلور بتاع المياه أنا بنصح لا 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 سانية دا لو بتنزلي بسين آه لكن لو مية بح بالعكس جداً برا يعني لو عايزة تعالجي أي مشكلة خاصة بالجلد وبشعرك روح ينزلي المياه وعادي مثلاً أسبوع بتنزلي يومياً آه يعني دا مش عايزة أقولك بعلاج رباني بتاع ربنا آه آه والله يعني دا سبحان الله فعلاً وفي بعض ناس بتجيلي عندها مشاكل جلدية زي البوع بتاعت التانية اللي هي بتظهر من المسلاً لو بيدخن أو مثلاً بيقعد في أماكن كتير فيها نور خافت بيظهر في بعض بقع زي الأحمرار في الجلد في دايرة معينة تروح وتيجي حسب الحالة النفسية دي ما بتطلعش غير في المياه بتاعت البحر وخصوصاً اللي هي قرب لاني السخنة اللي هي مادة كابرتية لو في بعض سقوط في الشعر وأن الشعر ما فيهوش نموه وكده ساوي شعرك في قسي أطرافه ونزلي المياه وشو فيها يتولد دي حقيق دي حاجة مهمة جداً لان انا درست كمان حاجات خاصة بالطبيعة طب النبو والطبيعة دي فيها حاجات احنا ما بنعرفش أنها حاجة حقيقي حقيقي ويمكن أجمل يمكن أكبر منتجات وأهم شركات العالم كله بجد بجد منتجات طبيعية وتستفيد من الطبيعة اللي احنا بنهملها تماماً للأسف الشديد عشان احنا متسرقين بس متسرقين وإيه قاية الحياة وما بقاش الستة عندها وقت زي زمان اللي بتشتغل واللي قعدة ساعتين في السحمة يعني ما بقاش فيه الرواءان بتاع الماسك والعناية والحاجات فالناس عايزة نتائج سريعة جداً طب نتكلم سريعاً عن الميك أب لأن الوقت جاري جداً وأكيد هنتقابل تاني نتكلم بقى أكتر عن الميك أب مهم الميك أب في حياة أي واحدة مهم إن إحنا نبقى حطين على طول ميك أب ولا مش لازم نبقى حطين على طول ميك أب بصي أنا بشوف كل واحدة ده ده خاص بشخصيتها يعني فيه أنا ما انصحش بس النصيحة اللي بنصحها بنات الجامعة يعني خف من حدة الميك أب مهم أنت راح مكان ليه قدسيته مهم إنما أي مكان تاني عايزة تحطي ميك أب برحتك فيه ده حاجة خاصة بشغلك حاجة خاصة بشخصيتك أنا بحب أحط ميك أب في العادي أنا ما بحطش أه أنا كنجلة ما بحطش آه يعني التصويره إيه؟ مهم لكن أنا بقول إن كتر استخدام المكياج عمال على البطال مش لطيف حينسيك شكل ملامحك حقيقي إذا أقول كده يعني فخليني نقول بس إيه اللي ممكن نحطه وبين طبيعي مهم بس إحنا للأسف في الوقت خلص يعني لازم لا 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 خلاص حاجة سريعة جدنا نخليها مرة جاية وأنا أقول بس حاجة سريعة اللي يتخلي الشكل طبيعي أماكن الإضاءة لو بصينا في الصورة كده فيه أماكن فتحة اللي هي حرف تي وفي بقي الوش تي وفي بقي الوش معمول فيه لون درجة أغمى شوية بس فده بيخلي الشكل طبيعي مش بيخليه عرف كل وفي نفس الوقت يبقى الوش متحدد وبيبقى متحدد فيه ملامح مش عايزة أقول إنه بيبقى عموماً ماشي لون واحد جميل أنا بشكرك لنجلة جداً نجلة شمس خبيريات التجميل كانت معنا النهاردة وأكيداً نتقبل تاني بقى نتكلم من إن أنا عندي مواضيع كتيرة جداً ممكن نتكلم فيها كحية في مجالات تجميل بشكرك على وجودك معنا مرة تانية مشاهدين الكرام بكده بيكون وصلت معاكم نهاية حلقتنا النهاردة من نهارك سعيد يا رب دايماً نهاركم سعيد يا رب دايماً بألف خير يا رب دايماً نشونكم على خير باي 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 اشتركوا في القناة